ليه انت بتتهم بانك يعني لا تناصر المرأة تحديدا في مسألة الرؤية والمنطقة دي في القانون بتاعها هي 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 في انت وصلك ده اه طبعا وصلك 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 كويس جدا كمان اه خلان خلان يعني ايه نفسر الموضوع ده شوية ونحلله شوية احنا هنا بنتكلم على بعض من السيدات المطلقات الحاضنات كويس لان انا بناصر المرأة الجدة وبناصر المرأة المطلقة الغير حاضن وبناصر المرأة المطلقة الحاضن لو قدرت تفهم مشروع القانون والبعض الاطرحات يعني قبل الفاصل المدخل كان فيه بتحدث بعض من الامهات على فكة خطف الولاد اهو ده موضوع اهو ده حاجة مستحيل تحصل اذا طبق المشروع بتاعي بنفس التوصيات الموجود المشروع بينص على حاجة اسمها الشرطة الاسرة جهاز الشرطي اسمها شرطة الاسرة شرطة الاسرة شرطة متخصصة لانفاذ احكام الاسرة كويس شرطة متخصصة أو لا، أو خلينا نقول إيه؟ فكرة تجريم خطف الصغير أصلاً في القانون الحالي مش منظمة من داخل قانون الأسرة دي منظمة من القانون العقوبات آه من الأشمل قانون الأشمل لكن أنا هنا حطتها لك بقى الأخبство والخاص يقييد العام يعني القانون الأسرة الحالي لا ما بيتطرقش لمساعدة قانون العقوبات لكن أنا عمل خاص يقييد العام كمان país معنى إيه مبدئيا كده أنا دلوقتي ما عملتش حاجة اسمها رؤية يعني الرؤية دا خلينا خلينا نتفق إن هي ما فيش في القانون أنت عدموا الرؤية موجودة لو الاستضافة لو الاستضافة لأن الاستضافة لها هاش ضوابط أنا عندي ضوابط معانا لاستضافة الاستضافة اللي هي إن هو يأخذه 24 ساعة الطلب غير الحاضن يأخذ الطفل 24 ساعة 48 ساعة مع ضمانة الضمانة الأولى إن هو يكون بينفق لو بينفقش دا ملوش لازم عندنا دا مشتوب من الدنيا دا لما يصرفش دا ما يلزمناش الحاجة التانية ما يقولوش حق يعني دا كانوا ينفقش عليها يعني يشوفوا يعني مالس دا دا أنت يعني إيه مش معانا في الدنيا فلذلك إنت لما لو إنت مضيت في المحكمة حكمتلك باستضافة معنى ذلك إن الطفل دا فيه سند رسمي دون الطفل دا معاك يعني ما فيش فيها بقى إيه اللي هنحقق يعني إنت بتنفذ استضافة يوم الخميس خدت الطفل دا يوم الخميس لمدة 14 ساعة بترجع الجمعة آه مرجعش إيه تبقى إنت تعق 6 شفر سجن على طول عايزينهم سنة نخليهم سنة عايزينهم خمس سنين نخليهم خمس سنين معديش مشكلة أنا هنا مضبط الوضع بعقوبة وغرامة مالية كمان عقوبة وغرامة مالية دا يعني مش محتاج الأم تقدم دليل ولا تعمل بتاع هو الراجل الاستضافة ابني مرجعش مرجعش خلاص استخد سجنة ففكرة أنه يختفوا يعني يختفوا في درعات طريق العدالة يعني دا هو لو وقفوا في أي لجنة لو سألوا بتاعتك فين الرجل برح نفذ أنا الموضوع خلصان يعني فدي الحتة فدي نقطة في مسألة ونقطة الشرط المخصصة لإنفاذ لإنفاذ هذا الموضوع ونقطة إذا كانت الأم قبضت أي آية للراجل دا مدمن الراجل دا في مشكلة سيحكم القاضي بالرؤية دون الاصطدافة من الاصطدافة دي ينظمها العالم وأنا مستعد وخلي بالحركة أنا كل يوم سبت بقعد معا كثير جدا من السيدات أمهات معايلات كثيرة جدا جدا بقعد معاهم هي المشكلة أن ما بين الرجال وبين الستات بعض الطلاق وبذات في طبقة اجتماعية معينة التشاحن دا بيحط الطفل في النص أنا عايز أنزع في جزء من الرغبة في الانتقام في غصة في غصة بين الطرفين الصراحة يعني وحتى لما تخش على الجروبات لقي دا دول بيسموا دول بأسامي ودول بيقال لك مثلا سمي دا المخلوع ويسمي دي الناشز فعني أصبحت حتى التعامل مع هذا الموضوع يعني في طبقة معينة بيبقى فيها نوع من الكيد اللي هو بيدفع تعملوا الولاد الولاد مع هما مش يعني مش في حساباته أنا يوم هما بيصوفوا حساباتهم مع بعض أنا يوم السبت الماضي كنت مع أمات معايلات بقى بس معايلات يعني من من جذور المجتمع فكوننا بنتحدث عن إن الإشكالية الكبيرة جدا بفكرة تنظيم الإنفاق وقانون المقدمينه بينظم الإنفاق إلى حد كبير يعني كان فيه أمات كي تقولي أنا مش قادرة أصرف على الطفل اللي خدهم اتفضلهم بس تصرف أنت عليهم ففكرة وفيه في طبقة معاناة فيه أبوات أصلا مش عايزة تشوف وباعت ومشت فإحنا دول بنحاول نظام من خلال بنك الناصر فالسواد الأعظم من المجتمع المصري عنده إشكالية كبيرة في فكرة النفق ودي بنحاول نظامها برضو لكن أنا هنا أنا ما بطلبش طلب مستحيل أنا بنظم فكرة الاستضافة ما بين أب عايز ينفق ولو زوابة معاناة أنه هو لو ما خدش الطفل ده هيتسجن بس وبعد كده العيلة بقى لأن دي عندما حكاية الرؤية اللي هي ساعتين وثلاث ساعات وفنادي ده جبلية أرود دي ده أنت لغي آه ده ده إرد ده ممكن أتفرج عليه لكن ما فيش ما فيش دولة في العالم كله بتطبق بقى أنت هنا الرؤية بتخليها استضافة لوقت بحيث أن الولد يعيش مع أبوه أو يعيش مع وأنا بقول للناس المتضررة من الكلم بقوله أنا بقدم طرح أنا قدامك وهو يعني اقتصوا مني لو أنا لو أنا لو أنا بقول الكلام غلط العالم كل ما يمنفزوش قولوا لي أنا غلطان فيه وأنا صلحه أصلا أنا متأكد أن الأم المعترضة على الموضوع ده مش معترضة على فكرة أن الأب يربي ابنه ما لو إحنا مش معترضين على الفكرة دي يبقى هنوصل لحاجة عايزة ضمانة شكلها إيه بلزة تشورة خليهم سنتين شرطة تروح تجيب إيه قصة بزبط عشان في الآخر نوصل لفكرة الرعاية المشترك وأنا منفتح لأي شيء آه أنت مش متمسك بوجة نظر فضحة لأنه أنت هما الناس برضو قدر بأوجعهم وأنا عايزة رياحهم أنا عايزة رياحهم أنا أواصل مصلحتي إيه في القصة دي كلها أنا بطبق حاجة اسمها ببدأ الرعاية المشتركة والرعاية المشتركة دي بتقول أن الطفل يتربى ما بين أم و أب وطبعا عندنا أشكاية تانية فكرة انتقال الحضانة دي برضو موضوع برضو غريب يعني طب يعني بعد سن معين وغير بعد سن معين واحد أمه توفت يعني 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 أب يفضل برضو أفرق 15 يعني طبعا إحنا واحد وواحدة كنوا مجاوزين يستة أفت يعني لقدر لا تفاه الله يمليقش طفل معايا لقيد طفل في بيت تاني ليه يعني يعني دا إيه ايه الكلام عندي جديته بقى لعدي عميته ولو العلاقة بينهم محشة وما يشوفوش خالص بقى يقعد بقى يتخانق مع جديته إيه الكلام الغريب ده وإيه الأب لقم 16 ده في تهتيب الحضانة أو مين الناس مين الناس اللي قلون مصر حطها في النص دول يعني في أي حتة في الدنيا هي أنجلتارة مش متخدمة طب هي أمريكا مش متخدمة الحضانة محصرة من أب و أم و الأم مفضلة بقولها مرة تانية الأم مفضلة الأم مفضلة الأم مفضلة الأم لها الأولوية في الحضانة يعني الناس بلك إيه في حالة الوفانت شايف نروح لأب و مباشرة و بعدك ولو الحضانة سقطت عن الأم لأي سبب من الأسباب أو تتعذلت وجود الطفل مع أم يروح لأبو و يعني ليه إحنا عايزين نحط أطرافها أو دخل السجل مساء أو بالضبط ليه نحط أطراف أخرى في النص أنا بتكلم كلام يعني إلى حد ما في وجهة نظر متعضعة قريب من المنطق و ما يطبق في العالم كل الناس يقولك يا ريتنا كنا تونس والمغرب و نطبق قانونه و ما عرفش تطبق قانونة تونس والمغرب بيكلم على صدافة برضه أمريكا بتكلم على صدافة ألمانيا إنجلترا فرنسا أصلاً مش أنا مش راح أهل الكهف يعني